استجداء ميليشيا الحوثي للسلام بينما هي توقد نار الحرب يؤكد التقية السياسية التي باتت منهجية حوثية منذ أن أطلت بقرونها من كهوف مران زعيم ميليشيا الحوثي في آخر خطاباته منتصف الأسبوع الجاري قال إن جماعته حريصة على المضي قدما في طريق السلام متاهما أمريكا بشكل ضمن بالمسؤولية في وقف مسار التسوية السياسية ومطالبا قادة التحالف العربي وتحديدا السعودية والإمارات بأن ينتقلوا من مرحلة خفض التصعيد إلى استحقاقات السلام وتوقيع وتنفيذ خارطة الطريق التي تم التوصل إليها من يستمع إلى زعيم الميليشيا للوهلة الأولى ينخدع به ولكن من يبصر أفعال جماعته طيلة السنوات الماضية يستعجب من حالة التناقض والانفصام المتواصل بين ما يقولون وما يفعلون ففي الوقت الذي يستجدون سلام يواصلون إذكاء نار الحرب بحملات التجنيد المتواصلة للمغرر بهم بذريعة نصرة فلسطين بينما يتم الزج بهم إلى جبهات القتال في مأرب والجوف وشبوى وتعز والضالع والساحل الغربي الحديث عن السلام ومد الأيدي له وفق مراقبين يحتاج إلى تعزيز إجراءات الثقة لكن ميليشيا الحوثي تمضي على النقيض من ذلك حيث لم تعر خارطة الطريق أي اهتمام والتي كان من المقرر التوقيع عليها مطلع العام الجاري وحدوث انفراجة في ملفات إنسانية أبرزها صرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ أكثر من سبع سنوات وفتح الموانئ والمطارات والمعابر والطرقات المغلقة مراقبون يؤكدون أن ميليشيا الحوثي أوصدت كل الأبواب المشرعة للسلام وأذكت نار الحرب بإعاز إيراني في البحر الأحمر واتخذت من مظلومية أشقائنا الفلسطينيين ذريعة لتجنيد أكثر من 165 ألف شخص منذ أكتوبر الماضي بحجة نصرة غزة بينما في حقيقة الأمر تم توجيه المغرر بهم إلى جبهات القتال المحلية ما يعكس غياب صوت السلام الخافت في ضوضاء طبول الحرب